ويواصل إلى غاية نهاية المتوسط وبعد المتوسط يبقى ذلك اختياراً للوالدين والطفل والمعطايات الاجتماعية والاقتصادية إذن المشاركة في هذا اليوم الدراسي أو الملتقى الوطني حول رفاهية التعليم من أجل تنمية القدرات التلميذ في المدرسة الجزائرية كنت نتحدث على ديمقراطية التعليم في الجزائر ورفاهية العملية التربوية وعدت مجموعة من المؤشرات والإشارات حول المجتمع الجزائري والملخص هو أن المجتمع الجزائري أعطى أهمية كبيرة لعملية التعليم حيث أن الجزائري بإمكانه الوروج إلى المدرسة من المدرسة الابتدائية إلى نهاية التكوين الجامعي فيما بعد التدرج بالمجان وبمزايا لا يمكن أن نجدها في المجتمع آخر الآن والريضة الجزدي يعني طبعا يكون رسم المفهوم طبعا المحاضرة التي قدمتها في هذا اليوم الدراسي كانت تتعلق بمفهوم جودة الحياة والريضة عن الحياة أو الرفيح الشخصي أو البياناتر في الجزائر وفي غيره من الدول وكيف تطور هذا المجال تعال بحث وأصبح طبعا ميدان ينتج الكثير من الأفكار الجديدة والكثير كذلك من التقنيات العمل التي تتبنى هذه الدول سواء في جمعها لمعطاياتها وتوزيعها أو سواء من ناحية بناء سياسات المرتبطة بتحسين مرضوذية النظام التعليمي طبعا الكثير من المختصين الذين يشتغلون على الموضوع خاصة بعد فترة كورونا شاهدت الجزائر تحولات على مستوى المدرسة الجزائرية من بينها التسريع في فهم آليات الدراسة عن بعد وطبعا الرفيح في المدرسة يتطلب الكثير من العمل والجهد والبحث في مثل هذه السبب إذن نصيحتنا هي أن المدرسة أولويتها أولا هي تكوين الفرد الشخص وليس المواطن ويجب أن تراعي الحالة النفسية للتلميذ قبل كل شيء يجب أن تتظافر الجهود بين الأسرة التربوية وأسرة التلميذ يجب الأخذ بعين الاحتبار الجانب الروحي والجانب النفسي ليعرف إذا كان هذا التلميذ يستطيع أن يتقبل المعرفة نعم أو لا يجب أن نراعي إحساسه هل يشعر التلميذ بالراحة في المدرسة؟ هل يشعر بالحماية؟ هل يشعر بالمحبة؟ هل يشعر أن له دور في هذا المجتمع؟ هل يعرف أن له هدف في الحياة؟ هل يعرف لماذا يدرس؟ وما هي واجبته؟ وما هي حقوقه؟ ويواصل إلى غاية نهاية المتوسط وبعد المتوسط يبقى ذلك اختياراً للوالدين والطفل والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية